ينضم إلينا من اسطنبول مراسل الغد علام صباحات علام هل من تصريحات سياسية تركية بعد قمة سوتي بالفعل أبرز التصريحات التي صدرت عن الجانب الرسمي التركي كانت أولا من وزارة الدفاع التركية التي أكدت بدء الإجراءات المشتركة بين الجانبين التركي والروسي من جهة وبدء المرحلة التي ستكون ضمن 150 ساعة التي يتعاحد بها جانب الروسي إخراج الوحدات الكردية من الشمال السوري وبالتالي نستطيع القول أن هذا التصريح هو إذن ببدء هذه المرحلة الجديدة ومرحلة التعاون والتنسيق هذه المرة مع جانب الروسي من جهة ومن جهة ثانية كانت هناك تصريحات من وزير الخارجية التركي مولود شوو شولو خلال جلسة تقييمية شاملة لما حدث من اتفاق يوم أمس ركزت خلالها على ما أسماه بالنجاحات بحصول تركيا على ما تريده من خلال هذا الاتفاق وهو إخراج الوحدات الكردية من مناطق الشمال السوري كمرحلة أولى ومرحلة ثانية دوريات مشتركة بين الجانبين التركي والروسي هذه المرة بمعنى أن جانب التركي الآن سياسيا يصف ما حدث بانتصار مهم جدا وفي الميدان الجيش التركي يستعد من أجل إجراء هذه الدوريات المشتركة مع الجانب الروسي بالإضافة إلى مراقبة الأوضاع في المنطقة التي باتت تركيا تسيطر عليها وهي المنطقة الممتدة من مدينة رأس العين إلى مدينة تلبيض بعرض 30 كم وبالتالي هناك محاولة للترقب سياسي وعسكري سواء في الداخل التركي هنا في أنقرة وإسطنبول أو عند الحبود التركية السورية من الجانب العسكري والأمني شكرا جزيلا لك كنت معنا مراسل الغد على المصباحات من إسطنبول شكرا على كل هذه المعلومات